10 انتخابات رئاسية عاشتها فرنسا في الجمهورية الخامسة اولى الانتخابات جرت تحت حكم الرئيس ديغول عام 1965 فاز فيها بنسبة 55.2 وابقت حينها الجنرال الذي قاد المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية ابقته في سدة الحكم الى غاية استقالته عام 1969 بعدما اعتبر ان اصوات نصف الشعب الفرنسي لا تسمح له بقيادة البلاد فيما يرفضه النصف الاخر عقب استقالة ديغول اختار الفرنسيون رئيس الوزراء جورج بومبيدو رئيسا جديدا بنسبة 58% وحكم البلاد لغاية وفاته عام 1974 وعد بتطبيق نفس سياسات ديغول وبعد وفاته شهد الحزب ديغولي انتقاقات كبيرة سعبت مهمة مواصلتهم حكم البلاد عام 1974 خدمت الاوضاع الداخلية في البلاد صعود يمين الوسط وشكل انتخاب فاليري جيسكار ديستان مفاجأة من العيار الثقيل لكنه لم يبقى في الحكم سوى فترة رئاسية واحدة اذ خسر امام الاشتراكي فرنسوان متيران عام 1981 حكم الاشتراكيين كان الاطول في تاريخ رؤساء الجمهورية الفرنسية الخامسة فحكم متيران بلاد 14 سنة اي فترتين رئاسيتين من سبع سنوات ليخلفه رجل اخر متشبع بسياسة ديغول جاك شيراك فاز ب51.8% من اصوات الفرنسيين وفترة رئاسية ثانية عام 2002 بعد معركة سياسية امام اليميني المتطرف جون ماري لوبان كان عنوانها انذاك انقاذ الجمهورية الفرنسية عام 2000 قلصت فرنسا فترة الرئاسة الى خمس سنوات لينتخب عام 2007 نيكولا ساركوزي بعد معركة مع الاشتراكية سيغولين رويال والانتخابات العاشرة عشت فرنسا هذه الايام تحت شعارات التغيير في معركة اخرى بين ساركوزي وهولوند امين حميدي العربية اشتركوا في القناة